اقتحم المئات من المتظاهرين بوابات مدينة سندباد لاند مضطر بإدارة السندباد إلى إطفاء الأضوية واشتبك المتظاهرين بالأياد مع حراس مدينة السندباد قبل أن يتمكنوا من اقتحامها هذه التظاهرات حصلت بعد دعوات أطلقت عبر تيليجرام بالزهاب أمام مدينة السندباد لاند لمنع قامة حفل سعد لمجرد وبحسب فئة معينة فإن الدعوات لإلغاء الحفل لأن العراق لا يتشرف باستضافة سعد لمجرد ويجب منع إقامة حفله الحملة التي أطلقت ضد المجرد كانت نتيجة قضايا تتعلق باتهامات الفنان المغربي بانتهاكات إنسانية عبر اعتدائه جنسيا لفتيات متعددات في دول مختلفة لذلك سعى المتظاهرين لإلغاء حفل الفنان المختصة بحسب وجهة نظرهم وأصدرت إدارة أعمال الفنان السعد لمجرد بيان هام جاء فيه بسبب انعدام الأمن ببغداد وعدم قدرة المنظمين على ضمان الحماية في حفل سعد لمجرد قررت إدارة أعمال سعد إلغاء الحفل حفاظا على سلامته وسلامة جمهوره واكتمع الكثير من جمهور شعب العراق على كلمة واحدة اعذرون أهلنا بالمغرب العربي